أحداث قصتنا قبل مولد المسيح عليه السلام في قرية أغلب ظني أنها أنطاكيا وكان أهلها فاسدين يعبدون الأصنام أرجوك أيها الإله العظيم استجب لي وعافني لقد كرهت صورة المشوهة واعتزال الناس لي ألم تمل من مخاطبته طوال سنوات عمرك أخفض صوتك يا ذهبان حتى لا يغضب الإله علينا وهل يمكن أن يغضب عليك أكثر من هذا؟ تعيش في فقر دائم وأنت أفضل نجار وإسكافي وصانع حبال في أنطاكية كلها لا أحتاج المال في شيء أمرك عجيب أنت الوحيد في هذه الدنيا الذي لا يحتاج إلى مال؟ أحتاج فقط أن أشفى من مرضي مولاي الملك العظيم أنطيخس ما الأخبار أيها القائد مسقول؟ رأيت يا مولاي رجلين يجوبان القرية ويدعيان أنهما من أنبياء الله وهل اتبعهما أحد؟ حتى الآن لا الجميع يكذبونهما إذن لا أهمية لهما انصرف واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاء المبين لماذا أطلقتني يا أبا الجوخ؟ هل من أخبار جديدة؟ نعم يا مولاي مدعي النبوة زاد عليهم مدعي ثالث صاروا ثلاثة لكنهم حتى الآن لم ينجحوا في إقناع الناس ولكن وجود ثلاثة متآمرين يدعون الناس إلى الكفر بآلهتنا أمر خطير بماذا يأمر مولاي؟ هددهم باستخدام القوة ولننتظر النتيجة قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليبسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لماذا لا تجيبنا يا بطاح؟ إنني أدعوك منذ عشرات السنين وأتصدق بنصف مالي أما زلت تحدث الإله؟ لماذا هو غاضب علي؟ أم تراه لا يسمع ولا يرى؟ تتحدث كما يتحدث المتآمرون أي متآمرين؟ هؤلاء الثلاثة الذين يدعون أنهم مرسلون لم أسمع بهم يقولون إن آلهتنا مجرد أصنام لا تضر ولا تنفع يا لجرأتهم ألا يخشون من غضبهم؟ يعبدون إلها غير ما نعبد يقولون إنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير يجب أن أراهم وأسمع منهم بنفسي وبينما النجار حبيب جالس أمام داره زاره أنبياء الله الثلاثة ووجد منهم حنانا ورفقا وتواضعا لم يرى مثله في حياته تقولون إن ربكم سميع وبصير وأنه على كل شيء قدير هل من آية تدل على صدقكم؟ قالوا نعم نحن ندعو ربنا القدير فيكشف ما بك إن هذا العجيب إني أدعو هذه الآلهة سبعين سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في ليلة واحدة؟ دعا له الأنبياء الثلاثة فكشف الله ما به وعاد الرجل جميلا نظرا ما هذا؟ هم؟ ها؟ إه له من وجه جميل آمنت برب المرسلين آمنت برب المرسلين ماذا قال لك المتآمرون يا مسقول؟ رفضوا كل ما عرضناه عليهم من حلول يا مولاي يجب أن يعذبوا عذابا شديدا ويرجموا بالحجارة حتى الموت اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي ما هذا؟ أين حبيب؟ دهبان كيف حالك؟ هل تعرفني أيها السيد؟ أه؟ أتمزح؟ أنا النجار حبيب لا لست هو إن لك نفس صوته ولكن وجه حبيب وجسده لقد دعا لي أنبياء الله وشفيت من مرضي وعاد جلدي إلى طبيعته بل قل عدت إلى ريعان الشباب لا أكاد أصدق هذا من فضل الله ودعاء الأنبياء الصالحين لي مساكين سيعذبون حتى الموت أنبياء الله يعذبون؟ من قال هذا؟ هذا قرار الملك أنتخوس وقائده مسقول يبحث عنهم الآن يجب أن أسعى لأمنعهم من عمل ذلك ماذا بك أيها الرجل الغريب؟ كأنك تحاول الفرار من وحش بل أحاول الفرار مما هو أشد وأسوأ عذاب الآخرة عما تتحدث صوتك صوت النجار حبيب أنا هو وقد دعا لي أنبياء الله الثلاثة فشفيت تقصد المتآمرين الثلاثة إنهم أنبياء الله حقاً وصدقاً أتريدون دليلاً أكثر من الجذام الذي شفيت منه في لحظة؟ أرجوكم أرجوكم أن تتبعوا الرسل ومن قال إنهم رسل؟ آيتهم تبدو على وجهي إذن ابتعد عن هؤلاء المتآمرين يريدون تضليلنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون لماذا؟ ما مصلحتهم؟ إنهم لم يطلبوا مالاً ولا جاهاً في سبيل الدعوة ألا تخشى على نفسك من إعلان العصيان والتمرد؟ الله أولى أن أخشاه تعال إلى صفوف المؤمنين أيها القائد بل تعال أنت أمام الملك متهماً بالتحريض على العصيان بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدراً وهم مهتدون ما قولك يا حبيب؟ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين يحكم على المتهم بالموت ضرباً بالأقدام هيا لتنفيذ حكم العدالة إني آمنت بربكم فاسمعون خذ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون خذ يا عدو الآلهة آه آه أدعو الله أن يغفر لكم ويهديكم آه مت يا رجل آه 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 يا ليتكم ترون جزاء الصابرين أشهد أن لا إله إلا الله وأن المرسلين على حقه وما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ها 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 لقد سوينا به الأرض تماماً صار كالتراب ها 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 وما مصير الرجال الثلاث الذين يدعون أنهم مرسلون من ربهم تركوا الأرض يا مولاي حذرون وهم يهربون من عذاب ربهم ها 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 دعونا من قصة المرسلين الثلاثة وحبيب النجار ولنفرغ لأعمالنا المهمة ما هذا؟ هل قابت الشمس فجأة؟ النجدة 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 جنودي جنودي النجدة ابتعد عني اهرب 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 النجدة وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون مرت أعوام كثيرة على موت سيدنا صالح ونسي الناس دعوته وانطفأت أنوار العقل في مشارق الأرض ومغاربها حتى ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في زمن الطاغية نمرود الذي خاف على ملكه وأمر بقتل كل المواليد ذكور ولكن الله حما سيدنا إبراهيم فقد قضى أول ثلاثة عشر سنة من عمره مختبئا في غار بعيد عن القرية فلما خرج من الغار وقد غابت الشمس نظر إلى الزهرة في السماء فقال هذا ربي فلما غابت الزهرة قال لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح ثم قال لا أحب الآفلين فلما نظر إلى المشرق وقد طلع القمر قال هذا ربي هذا أكبر وأحسن فلما تحرك وزال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما أصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد أضاءت الدنيا بطلوعها قال هذا ربي هذا أكبر وأحسن فلما تحركت وزالت هنا أراه الله ملكوت السماوات والأرض ومن هنا ستبدأ دعوة إبراهيم إلى توحيد الألوهية توحيد الله في الأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين عاش إبراهيم في بيت أبيه آزر أكبر صانع أصنام في زمنه ولم يتأثر يوما بما يدور حوله كان عقله مضيئا منذ طفولته أضاء الله قلبه وعقله وآتاه رشده منذ كان صبيا ومرت سنوات كان إبراهيم يتلقى فيها العلم ويتأمل ملكوت السماوات والأرض بحثا عن الكون وخالقه العظيم ورغم كل ما تلقاه من علوم إلا أنه لم يسجد يوما لصنم أو صدق بهم حتى جاءه الوحي من جبريل عليه السلام وقال له أسلم قال إبراهيم أسلمت لرب العالمين ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وعاد سيدنا إبراهيم يدعو قومه إلى ما علمه من الحق بعد أن أمره بالدعوة قال إبراهيم لقد أرسلني الله تعالى لأدعو الناس إلى دين الإسلام وأحب أن أستهل الخير بدعوتك أنت يا أبي أعبد الله الواحد وأترك كل هذه الآلهة العوالي يا أبا تلغالي لقد اختارني الله ليعلمني ما لم تعلمه فأرجوك أن تتبعني حتى أدلك على الصراط السوي هل أصابك الجنون أو مسك الشيطان؟ قال إبراهيم لا يا أبي لماذا لا تعبد أنت آلهتي وتعيش مثلي حياة كريمة؟ قال إبراهيم لا كرامة لمن يعص الله ويشرك به إذن أنت ترفض آلهتي وتصر على رأيك قال إبراهيم نعم يا أبي إذا لم ترجع إلى صوابك سأرجمك بالحجارة حتى تموت قال إبراهيم ليفعل الله ما يشاء بل ما أشاء أنا ومن الآن ليس لك مكان في بيتي هيا خرج ولا تعود مرة أخرى قال إبراهيم السلام عليك يا أبي سأستغفر الله لك وأدعوه أن يتقبل رجائي قل تخرج من بيتي وترك نبي الله إبراهيم عليه السلام بيت أبيه آزر بعد أن طرده الأب الكافر ورفض قومه ما يدعوهم إليه من عبادة الله إلا سارة كانت أول من آمن به واتبعه فتزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهكذا أصبح إبراهيم وسارة مسلمين لله موحدين يخالفان قومهما في عقيدتهم الفاسدة واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا وما زال إبراهيم مستمر في دعوة قومه يا شماش العظيم اشملني بعطفك ورحمتك قال إبراهيم يا حضرة المعلم الفاضل عندي سؤال علمي هل من خواص حجر الجيرانيت أنه يدرك الأصوات من حوله أه لا أظن هذا يا إبراهيم قال إبراهيم إذن لماذا تحدث الحجر وكأنه يسمع إنه الإله شماش قال إبراهيم بل هو مجرد حجر صنعه أبي بيده ورأيته عندما نحته ووضع له عينيه وأذنيه لا تقل ما يؤذي الآلهة يا إبراهيم قال إبراهيم حقا ليتها تغضب وتثبت أنها موجودة إنني أصفع التمثال على وجهه فلا يحرك ساكنا لأنه لا يسمع ولا يرى ولا يدرك أي شيء ستعاقبك الآلهة أيها الفتى قال إبراهيم أيتها السيدة الطيبة الله وحده هو الذي يثيب ويعاقب وينفع ويضر وكل ما سواه مخلوق لا يملك من أمر نفسه واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين ماء؟ هل هذا سراب؟ لا إنه الماء النهر يا سيدي النهر توقفوا مكانكم إياكم أن تشربوا من هذا النهر الماء عذب ونظيف ونحن نكاد نموت من الضماء اسمعوا أوامري أنا القائد لا تشربوا إن هذا النهر ابتلاء من الله لكم من شرب منه فليس مني ومن أطاعني فهو مني أسمح لكم فقط باغتراف جرعة واحدة قلت غرفة واحدة باليد توقف عن الشرب كيف نتوقف؟ الماء لذيذ لن أمس الماء ما دامت هذه أوامر الملك سامحني يا سيدي لا أستطيع المقاومة هل انتهيتم حتى نواصل التحرك الآن؟ الملك يشير لنا أيها الجنود توقفوا كل من شرب من النهر يتجه إلى الجهة اليسار والباقون إلى جهة اليمين أنت شربت من النهر رأيتك بعيني اذهب مع من شربوا أنا مساعدك وذراعك الأيمن يا مولاي أوامري واضحة اذهب مع من شربوا لا تخف لا يمكن أن يوقع العقابة بكل هذا العدد أنتم مفصلون من الجيش عودوا من حيث أتيتم هيا يا جنودي لنواصل السجر ليتني قاومت الماء وأطعت الملك طالوت إنه أحمق كيف يطلب من الجنود أن يمتنعوا من شرب الماء في صحراء حارقة؟ لا تسبه يا رجل ربما لديه حكمة ما لماذا تنحاز له بعد أن طردك من خدمته؟ أعرف سيدي طالوت جيدا منذ أن كان دباغا للجلود ورعيا للغنم هو رجل حكيم وعالم ببواطن الأمور السلام على الملك جالوت العظيم أهلا بك يا عمروس لماذا تركت مكانك في جيش طالوت؟ جئتك بصيد ثمين عندي خبر مهم تحدث صحبنا الملك أياما في الصحراء المحرقة دون ماء وعندما توقفنا أمام نهر أمرنا ألا نشرب ثم قام بطرد كل الجنود الذين شربوا يا له من قائد قوي وكم بقي من رجاله الصامدين؟ كنا في البداية ثمانين ألف جندي شرب من النهر أكثر من ستة وسبعين ألفا الباقي عددهم قليل لكنهم أشداء مخلصون قادرون على مقاومة إغراء الضمأ عندي معلومات أخرى عن الملك طالوت نفسه قل ما عندك بالرغم من ذكائه وقوة جسمه وعلمه الغزير إلا أنه ليس محاربا كيف هذا؟ كان يعمل راعيا ودباغا للجلود ولم يتعلم أبدا المبارزة أو فنون القتال قائد جيش يبارز بعقله ولا يحسن استخدام يديه هذه معلومة مهمة أين مكافأتي يا سيدي؟ سأعطيك وزنك من الذهب إلى أين نسير يا مولاي؟ انتظروا ناولني رمحك أيها الطاهي أبلغ الجنود بأن يرتاحوا قليلا أمرك يا مولاي أيها الجنود فترة من الراحة معذرة يا مولاي لماذا غرست رمحك في الأرض؟ لأراقب اتجاه الظل إذن نستطيع أن نحدد مكان معسكر العماليق والملك جالوت نعم سنصل إليهم بإذن الله فجر الغد أيها الجنود يا جيش العماليق هذه فرصتكم للقضاء على عدوكم الحرب الحرب إذا هزمناهم لن تقوم لهم قائمة من يقتل جندي سأعطيه أرضه وماله وأزيده الضعف الحرب الحرب نحن على مشارف أرض العماليق إياكم أن ترهبوا أعداءكم وإن لن هزمتم قبل أن تبدأوا القتال أنصر لنا أنصر لنا سنعسكر الليلة هنا ونبدأ الهجوم مع أول ضوء للنهار صلوا لله الواحد الذي أرسل إلينا أنبياءه إبراهيم ويعقوب وموسى وهارون أعد لنا طعاما خفيفا على المعدة يغضمه الجند قبل أن يبدأوا في القتال انظر يا مولاي إلى عددهم القليل ستكون المعركة أسهل مما توقعت أثبتوا أيها الجند واعلموا أنكم تقاتلون في سبيل الله وتدافعون عن أرضكم ونسائكم وأطفالكم وكرامتكم في الحياة عددهم كبير إنهم يحجبون قرص الشمس لكنهم لن يحجبوا ضوءها إننا أصحاب الحق وسننتصر بإذن الله كيف؟ ألا ترى العدد أمامك لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين سيد الملك جالوت هذه فرصتنا لتأمر بالهجوم ونحطم أفواههم أخشى أن ينجو طالوت في المعركة إنه رمز قوتهم هل ترى قوة في هذا العدد القليل؟ نعم يا عمروس وماذا ترى يا مولاي؟ سأحدث طالوت أولا إن ملكهم جالوت يقترب وحده ربما يريد حقن الدماء وتسليم الأرض دون قتال لا أظنه يفكر بهذه الطريقة ولكن تقاليد الحرب تقتضي أن أتقدم أنا أيضا وأعرف ماذا يريد أنت طالوت راعي الغنم؟ نعم أنا الرجل البسيط الذي اختاره الله ملكا ليعيد به الحق إلى أهله تحسن الكلام فهل تحسن القتال أيضا؟ لن تستفزني بأسلوبك هذا فتجبرني على قرار لم أتخذه بعد ألا تريد مبارزتي والزهوة بأنك قاتلي؟ لم أتي هنا لأزهو ولا لأتفاخر لماذا جئت إلى المعركة إذن؟ حتى تعود الأرض إلى أصحابها فيعم السلام بين الناس إن كنت تريد السلام فعلا فلدي عرض قد يروق لك تكلم إني منصت بارزني أو تخير من رجالك أقوى فارس ليبارزني فإذا قتلته تكون أراضيكم لي وأصبح أنا وحد الملك هنا وإذا هزمت يا جالوت هذا افتراض عجيب ولكن إذا حدث ذلك يكون ملكي كله لك يا راعي الغنم وتعود الأرض إلى أصحابها ما قولك؟ موافق يفعل الله ما يشاء حتى يأتي من يبارزني إني منتظره في أي وقت لا أدري يا مولايا ماذا أقول إن مبارزة جالوت مغامرة خطيرة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولكنها مغامرة تستحق المنتصر فيها سيغنم الكثير أبلغ الجنود جميعهم أن من يتقدم لمبارزة جالوت وينجح في قتله سيقتسم الملك معي وسيتزوج ابنتي ويكون هو الملك من بعدي أمرك يا سيدي السمع والطاعة للملك طالوت ماذا بك؟ أخيرا يا مولاي تقدم واحد من الفرسان لمواجهة الملك جالوت حسنا أدخله في الحال ولكن يا مولاي ماذا؟ هو ليس فارسا بالمعنى الصريح أقصد تكلم ماذا تريد أن تقول هو صبي في السادسة عشرة من عمره نحيل الجسد ويعمل في الرعي مع إخوته اسمه داود يا سيدي لا بأس من مقابلته كنت أنا أيضا راعيا للغنم لم أولد على رأس هذا التاج سأدخله في الحال يا سيدي تفضل أيها الشاب يا له من وجه طيب يشع بنور الإيمان إنني أشفق عليك يا بني من القتال قال داود عليه السلام لا مفر من قضاء الله صدقت يا بني إذن تعال لي أعطيك سيفي ودرعي لماذا لا تمد يدك؟ ما هذا الذي تشير به إلي؟ قال النبي داود عليه السلام إنه مقلاع أستخدمه في الصيد وسيكون سلاحي بإذن الله هذه ساعة الحزم أين هذا الفارس؟ لماذا لم يأتي؟ ويحك من أنت؟ قال النبي الكريم أنا داود أنت إنسان ضعيف ومسكين إني أرحمك فارجع وليتقدم إلي غيرك من الملوك والفرسان أين طالوت؟ قال داود عليه السلام أنا الذي أقتلك بإذن الله يا لك من صبي مغرور قلت لك أرجع قال داود عليه السلام لن أرجع حتى أقتلك سأريك الآن إلى من تتحدث أخرج النبي داود حجرا من مخلاته ودعا ربه ثم رماه فوقع الحجر في رأس جالوت حتى دخل في جوفه وقتله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إلى جالوت النصر لنا إلى المعركة إلى المعركة الحمد لله الذي نصرنا وأعاد لنا أرضنا وخلصنا من جالوت الظالم المكافأة المكافأة انتظروا يجب أن أتأكد أولا من صدق كلامكم نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق نقول الصدق لن أعطي نصف ملكي إلا لمن يأتني برأس جالوت مولاي حضر الفارس داود ما هذه المخلاء؟ رأس الملك جالوت يا مولاي قتله داود ذلك الفارس النبيل أنت من يستحق أن يخلفني ويعدل بين الناس يشريفني يا بني أن أزوجك ابنتي وأقاسمك عرشي اعلنوا الأخبار الطيبة في كل أنحاء البلاد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة لتكن آخر الأحزان إن شاء الله كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل رحمه الله لم يخبرني بهذا أبدا انتظر يا عماه لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا كم أعطيته؟ لا أدري لم أعد الضراهم أنت تبدد مراثنا لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال لا تنسى أننا شركاء أعطيته من مال خاص أي مال خاص؟ إنه مراثنا المشترك اسمع يا تمليخة قد حان الوقت لنقتسم المراث الآن؟ نعم الآن ماذا ننتظر؟ حسنا كما تحب يا أخي لقد ترك أبونا ستة آلاف درهم نقتسمها بالعدل لكل منا ثلاثة أهلا بك يا سيد قرطوش سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي هذا صحيح يا سيد عكاك لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة يا لها من أوان ذهبية رائعة إنها تساوي ثروة من المال تزيد قيمتها إذا لمستها يدهك تحسن الكلام يا رجل ولكني أشعر بريبة لا تآخذني لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة حاجتي رضاك يا سيد عكاك وماذا بعد رضاي؟ أريد أن أتزوج ابنتك ولكنك متزوج كما سمعت لا يوجد مانع من الزواج باثنتين إن مهر ابنتي ألف درهم أدفعها اليوم إذا قبلت أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة دفعت فيها ألف درهم كاملة أحسنت ستفيدنا كثيرا سنبيه الألبان كل يوم ونسقد نتنا سابحة وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها وأيضا لن ننتظر إلى الغد سنزبحها كلها اليوم لماذا؟ هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتدورون جوعا؟ إذن نسبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا لقد من الله علينا بمال وفير وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضات الله أقدر لك حبك للخير ولكن أترك لنا عشرة خراف لا تنسى أن لدينا ابنة بل سأترك لها شاة واحدة تكفي هيا يا روضة الجائعون لا يحتملون مبارك لك يا أخي على هذا الزواج ما هذا؟ أتسخر مني؟ لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟ كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟ هذا أفضل ما لدي هذه عباءة أبينا ألا تذكرها؟ وتأتيني راكبا حمارا أجرب؟ أليس لديك عربة تجرها الخيول؟ قرطوش ألا تعرفنا بضيفك؟ إنه صاحب قديم لماذا تشتري ملابس بألف درع من كامل؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟ إنها ليست لنا تفضلي يا خالتي كم عدد أفراد عائلتك؟ أربعة عشر خذي يا سابحة احملي هذا عن خالتك بارك الله فيك يا بني وفيك يا خالتي فهمت لكن أنت طيب يا تمليخة الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة كنت أخالفك حرصا على مالك إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا هوني عليك يا علياء يا زوجتي أعرف مدى حبك لأبيك الراحل ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله تعرف أنني لا أؤمن بإلهك فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي اسمع يا قرطوش إذا أردت أن ترعى أرضي وتجني خيراتها فعليك أن تؤمن بمعبودي هذا؟ أنت تسخر منه؟ لا أبدا 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 إني أراه لطيفا لا يكفي أن تراه لطيفا يجب أن تحترمه أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك وتسجد أمامه هذا شرطي الوحيد وأسجد أمامه أظن أننا قد اتفقنا تمليخة إنني لا أجد مالك أين الألف درهم الباقية من ميراس أبيك؟ لا تخشي شيئا لقد تضاعفت كيف؟ هل اتجرت بها؟ نعم اتجرت بها مع الله أعتقت عشرة من الرجال والنساء كانوا عبيدا وجواري عند الكفار نعم ولكن كيف سنعيش الآن؟ مثل ما كنا نعيش يا روضة إنني لا أفهمك يا تمليخة أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء ولكن كيف تنفق ما لك كله ولا تبدخر منه شيء؟ بل ادخرته كله عند الله وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة أفسح أيها الفلاح البائس انتظر يا رجل قليلا إنه الطريق إلى قصري ابتعد هل تريدني أن أسقط في الماء؟ من؟ تمليخة؟ كرطوش؟ أخي كيف حالك؟ كما ترى وأنت؟ ما الذي جرى لك؟ إنني بخير والحمد لله هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟ إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام وهل من الحلال أن تكون بهذا البؤس؟ أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة مر علي في قصري سأطعمك وأكسوك شكرا لك يا أخي على كل حال وتأتي بأولادك معك أيضا كم لديك من الأبناء الآن؟ ليس عندي إلا سابحة فقط؟ أنا عندي سبعة من الذكور وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي ليبارك الله لك في أولادك وأرضك الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة لا تنسى أن تزورني ولكن لا تقل للخدم إنك أخي تعرف مكانة الآنك كبير للتجار والزراع كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه أما الفقير كان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه ماذا بك يا روضة؟ لقد مرضت الشاة الوحيدة ماذا نفعل الآن؟ سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنه أو نستفيد منها في شيء الأصوب أن نسارع بزبحها اتق الله كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟ وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟ منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل وهو غني عن عبادتنا له كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟ لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا سيرزقنا الله فقد نشات الوحيدة يا تمليخ لله الأمر من قبل ومن بعد سأخذ تلك المسكينة وأدفنها تمليخ هذا خاتم زواجنا باعه واشتري ما يلزمنا من طعام بل احتفظي به يا روضة إنني أجتهد في البحث عن العمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره حفظك الله لنا يا زوجي الطيب سأذهب إلى أخي قرطوش إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجن وتأكل في حينها أعرف ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ زهبي وتبيعه أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي وما هي فكراتك؟ نعصر العنب ونخبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يصير نبيذاً رائعاً ولكن الفلاحين من حولنا فقراء لا يجدون سمن الطعام فمن سيشتر النبيز؟ يا لك من ساذجة سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم وهكذا لنفقد ولا حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا آه، الفكرة تبدو جيدة لقد درستها في كافة الوجوه صدقيني سنربح منها الكثير سيدي، رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك في الخارج لقد نسيده تماماً ترى ما الذي جاء به دعيه في الحديقة وسأذهب إليه سبحان من هذا خلقه بارك الله لك يا أخي قرطوش أخي الحبيب ما الذي جاء بك؟ أوحشتني وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره دعنا نتكلم ونحن نسير يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار وإلا تكاسلنا جميعاً لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام لعله لم يكن أميناً هو ذاك، هو ذاك سبحان من يدبر لنا الأرزاق لقد قبلت قبلت ماذا؟ أن أعمل في حديقتك رئيساً للعمال هههههه قل لي يا تمليخة ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟ بإمكاني أن أتعلم انتظري أيها الفتاة الحمقاء تمليخة سنكمل حديثنا فيما بعد هيا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما أزرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟ رزق أتانا من عند الله روضة أين خاتمك الذهبي؟ كل كل بالهناء والشفاء ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد هذا كثير كثير للغاية أشكرك يا أخي ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك أنت قلق علي أنا؟ لماذا؟ أخشى أن لا تكون بخير وأنت الذي ستساعدني؟ بكل تأكيد أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا الكبرياء لله وحده ألست أغنى منك؟ نعم ولكن لا تنظر إلي بل ينظر إلى الجنة المترامية أمامك تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضر هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟ كل ما يملكه الإنسان مملوك لله وهو بيد الله إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا هذا كلام مرسل لا دليل عليه تعال لي أصطحبك في رحلة إلى جنة أخرى هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه إلى جنة هذه أو جنة تلك أنصحك يا أخي ألا تغطر بالنعيم الزائل زائل؟ كيف تزول الأرض؟ كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرا يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك أنه ليس هناك يوم للقيامة هذا أمر لا يصح فيه المزاح لست أمزح إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم لا تكفر يا قرطوش لو كان هناك يوم قيامة كما تعتقد فسوف أعامل فيه باحترام باحترام يليق بثرائي وسوف أجد خيرا من هاتين الجنتين في الآخرة إنني أرثي لحالك يا مسكين أنت ترثى لحالي؟ لماذا؟ لقد أنعم الله عليك وامتحنك بالثراء وكان ينبغي أن تشكر الله على نعمته لو أنك قلت وأنت تدخل بيتك أو جنتك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لحفظ الله لك ما تملك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أنت تتحدث وكأن الحدائق ستزول ستتبخر من على وجه الأرض من يدري؟ قد يرسل الله عليها عاصفة من السماء فتصبح خرابا عاصفة من السماء وهل ستشرب العاصفة ماء النهر أيضا؟ قد يجف النهر أيضا فلا تجد ريا للزروع أنت تلجأ إلى الله لأنك فقير لو كنت غنيا مثلي لم احتجت أن تلجأ إليه وأنت تكفرك الكفار يا قرطوش بل أخشى أن أقول قد صرت واحدا منهم ما الذي قاله لك أخوك وجرح شعورك إلى هذا الحد؟ إن لي لا أبكي منه بل أبكي علي لقد أعماه حب الدنيا والاخترار بها حتى نسي فضل الله لا أدري ماذا أقول لك ليس ما تحكيه جديدا بالنسبة لي أنت مظلوم في أخيك انصرف الفقير بعد حواره حزينا على أخي وآوى الغني إلى فراشه ونام وخيم الليل على الجنتين هدأ كل شيء وسكن كل شيء هذا السكون الذي يسبق العاصفة لماذا تبدو متوترا يا قرطوش؟ هل أعد لك قدحا من الحليب الدافئ؟ بل قدحا من النبيذ المعتق وسأمشي قليلا في حدائقي الآن؟ نعم أريد أن أملأ صدري من هواء الجنتين وأتفقد ثروتي وأملاكي التي يظن الأحمق أنها قد تضيع تدافعت في السماء سحب كثيفة راحت تتجمع وتقترب في موكبها الكوني مثل جيش غامض يحتشد لأمر مقدر الجو صار شديد البرودة من أين أتت كل هذه السحب فجأة؟ هيا أيتها الخيول الكسولة ليس بهذه السرعة توقف عن الرقد هكذا ما هذا؟ أي رياح تهب في هذا الفصل من السنة؟ انطلقت الرياح من أعنتها كأن شياطين الجحيم تطاردها وبدأت العاصفة يزداد عنفها ثم هوت العاصفة على الجنة لا أصدق أشجاري تطير كأنها أوراق يابسة أين أولادي الشباب الأقوياء؟ أين زوجتي وأسري؟ أين الخدم والحراس؟ حين أشرقت الشمس على المكان أطلت على مشهد لا علاقة له بما كان قائما منذ ليلة اختفت الجنتان كما لو كانتا رسما محاه صانعه بعد أن رسمه أين ذهب النهر يا علياء؟ لكأنه جرعة ماء شربتها الأرض بعد عطش آلاف السنين سأذهب إلى بيت أعمامي لأجد الماء والطعام لقد أنفقت كل مالي وكل عمري في العناية بهذه الأرض لا تجلس كالعاجز وفعل شيئا إنك أنت السبب فيما جرى لي جعلتني أكفر بالله وأشرك به صنما لا يضر ولا ينفع لم يرغمك أحد على هذا لا جدوى من الحديث معك ألا يوجد من ينصرني أو يقف معي في هذه الدنيا؟ تستطيع أن تنصر نفسك يا أخي كيف؟ كيف؟ تتوب وترجع إلى الله وتنقذ نفسك الآن إن الفرصة ما زالت سانحة أمامك الآن ألا ترى الخراب من حولك؟ أية فرصة؟ الفرصة في أنك حي ولم تمت أدرك نفسك بالتوبة وعد إلى الله إن أردت النجاة والقوة فلا قوة إلا بالله ولا نصر إلا من الله ولا أمل إلا في الله فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا حدثت القصة بعد زمان عيسى عليه السلام وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوقت قليل حيث كان ملك سبأ يجلس في شرفة قصره مهمومة سيد الملك عيدوس العصفة الرملية تشتد أليس من الصواب أن تدخل إلى قاعة العرش المغلقة؟ لكم أحس بالكآبة يا عرنوس ما الذي يشعرك بالكآبة يا مولاي؟ الأمطار تسقط على الجبال من حولنا وتنحدر إلينا سيولة ثم تضيع في الصحراء العطشاء ألا ترتوي تلك الصحراء أبدا؟ يجب أن نجد طريقة لمنع السيول من الضياع كل عام في الصحراء لماذا لا يفكر مولاي في الخروج لرحلة صيد؟ قد تزيل عنك بعض الكآبة لا مانع أعد المؤن للسفر غدا أقترح يا مولاي أن نعود إلى القصر ولكننا لم نصد شيئا بعد المؤن التي معنا يا مولاي تكفينا بالكاد في طريق العودة ولماذا لم تتجهز وتحضر المزيد من الطعام والشراب؟ أحضرت يا مولاي ولكننا نسافر الآن منذ عشرة أيام هل تريد الصحراء أن تتحداني؟ يجب أن أجد طريقة لقهرها أريد أن أمحو ذلك لون الأصفر الكريه كما تحب يا مولاي أريد مقابلة كبير المهندسين فور عودتي من الرحلة انظر معي يا مولاي لا أفهم شيئا يا كبير المهندسين من رسومك وحساباتك المعقدة الأمر في غاية البساطة سنبني سدا يحجز الماء في الأودية عنده طول الأمطار فنستخدمه طوال العام عظيم المهم أن تنجز بناء السد بسرعة معذرة يا مولاي هذا مستحيل ماذا؟ أتعصي أوامري؟ بل أخبرك بالحقيقة العلمية هذا البناء سيستغرق عشرات الأعوام عشرات الأعوام؟ وربما المئات لن نكون في الغالب من أهل الدنيا حينما ينتهي البناء وما الفائدة إذن؟ الفائدة ستعم على أحفادنا وأحفاد أحفادنا سيكون اللون الأخضر هو المسيطر على تلك الأرض موافق ابدأ في العمل فورا ومرت بالفعل مئات السنين تغيرت فيها الدنيا ورحل الملك الطيب صاحب فكرة بناء سد مأرب وجاء غيره لينعم بخيرات السن انظر إلى ثمرة عملنا غدا يزيد ثراء الملك مزيقاء بينما نزداد نحن جوعا وفقرا لا تنطق بكلمة مزيقاء هذه وإلا دخلنا السجن الكل يعرف أن الملك يمزق في كل يوم ثوبين من الحرير لكي لا يلبسه ما غيره كيف حالك يا عثمان يا صاحبي؟ في الحقيقة أشعر بملل قاتل لماذا لا تجرب السفر؟ أسافر إلى أين؟ الأرض كلها من حولنا مليئة بالحدائق وأشجار الفاكهة الناضجة معك حق شيء يبعث على السؤم ما دمتما تشعران بالملل والفراغ عودا إلى العمل أي عمل يا سيد عارف؟ الزراعة هل نسيتما؟ أنا أعمل الآن في صنع السلاح عندي سيوف من الذهب الخالص ومطعمة بالأحجار الكريمة وأنت يا زهران أظافري لم تعد تحتمل العمل الشاق ثم إنني مشغول بصنع النبيذ الطلب يتزايد كل يوم على الخمور المعتقة اللهم ارفع مقتك وغضبك عنه ذهب الرجل الأقرع وطلب منه أن يقص شعره أضحك الله سنك يا سمو الأمير مزحة مبتكرة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك أقدم لك يا أبي أصدقائي الجدد عثمان تاجر سلاح عظيم سنعتمد عليك في أن تمد الجيش بما يلزمه من دروع وسيوف وما إلى ذلك هذا شرف عظيم يا مولاي أما زهران فهو أفضل من يصنع الخمور المعتقة إذن نسجنه هنا في القصر ليعد لنا ما يلزمنا خادمك المطيع ورهن إشارتك يا مولاي لماذا أنت شار دنيا كبير المهندسين؟ وما الذي يشغلك؟ يشغلني يا مولاي هذا التغيير الذي وقع في المدينة من حقك أن تفتخر به؟ أنت الذي أتممت بناء السد ليتني ما أتممته وليتني لم أكن مهندسا لماذا أيها الحكيم؟ كنت أحسب أنك تفخر بالسد كان السد نعمة لكنه كان نعمة تحمل في طياتها ألف شر مدجج بالسلاح أفصح أيها الحكيم لا نفهم كلامك لقد أنستنا نعمة السد حقيقة المنعم إن الناس يعرفون أن عطاء النعمة الإلهية حصن لا يسقط أبداً ولكنهم يجهلون أن حراسة هذا الحصن لا تكون إلا بشكر الله هل انتهيت من خطاب الوعظ؟ أكنت تريد أن نظل فقراء؟ ليتنا بقينا فقراء صابرين هذا أفضل كثيراً من الأغنياء الجاحدين هذا كثير لقد نسينا كيف نشكر الله لقد صدق علينا إبليس ظنه وأنسان الشكر أنت تبالغ يا كبير المهندسين اشرب كأسك ودعك من هواجسك أما عن أصحابنا في مأرب فقد جادت الأرض وزاد الخير وفاض على كل أهلها ومن العجيب أنه حين تغيرت طبيعة الأرض إلى الأخضر تغيرت نفوس الناس إلى الأسوأ أين الثوب الجديد الذي سأدخل به إلى بيت الخلاء؟ ها هو تفضل وستجد هناك الثوب الثالث الذي ستحضر به مجلس الحكم أين ابننا مالك؟ يبزع الهداية على كبار المسؤولين وسهدت القوم في حديقة القصر يا له من أحمق المفروض أن يتلقى الهدايا في يوم ميلاده إنها فكرتي أنا حتى يزيد حب الناس له ويتهيأ لقبوله حاكما بعد عمر طويل أخشى أن يحبه الناس أكثر مني وماذا في ذلك؟ إنه ابنك المقرب وخليفتك وكل الآباء يريدون لأولادهم مستقبلا أفضل آه فأر فأر أفزعتين أن يدها الحمقاء إنه مجرد فأر صغير وليس أسدا سيفترسون بل إنه أخطر من الأسد إذا عاشت تلك الفئران بيننا فستلد وتتحول إلى جيش من القوارد يقضي على زراعتنا وينقل الأمراض إلينا جميلة ابنة الوزير بيننا أرجوك يا سيدتي أن تبلغي والدك المحترم بهذا الخطر قبل أن يتفاقم ويتحول إلى كارثة سأفعل بكل تأكيد لا أدري من أين أتت هذه الفئران الضارة إنه عقاب الرب على الشر والفساد إن وجود الفئران في سبأ قد أصبح مشكلة كبيرة تهدد مستقبل البلاد وثرواتها لماذا لم تخبرني بمشكلة الفئران في حينها يا وزير؟ رأيت الأمر أدفه من أن يعكر صفو مجلسكم يا مولاي عندي حل يا مولاي تحدث يا كبيرة تجاري السلاح أقترح أن ننشر السم الزعافة في كل أراضي سبأ فنقضي على الفئران قضاء مبرم ولكننا سنقضي على المحصول أيضا وسيموت كل من يأكل منه نمنع الناس من الأكل في هذا العام وعندنا في الخزائن فاكهة وغلال تكفي سادة القوم لعام كامل ما رأيكم في الاقتراح؟ أرفضه يا مولاي ستتأثر الأرض بالسموم لفترة طويلة كما أن الثمار الساقطة من الأشجار هي الأغلى ثمنا لأنها تستخدم في صناعة الخمور والحل؟ عندي اقتراح يا سيدي تحدث يا سيدة سبأ الأولى سنربي عددا كبيرا من السنانير القطط والمعروف أن القطة بطبيعته يفترس الفئران ويتغذى عليها وبهذا تحل المشكلة يا لك من امرأة داهية تعجبني هذه الفكرة الأمور تسير وفق الخطة الموضوعة دعني أنظر بنفسي يا لها من كائنات مخيفة ها أقصد مثيرة للشمئزاز القطة تهجم يا مولاي لا زالت تهجم إنها تقترب إنها تقترب من الهدف رائع عظيم انتصار ولا أجمل هزيمة ساحقة للفئران إنه يوم تاريخي في حياة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ما أطيب الهواء الليلة يا زوجة الغالية طريفة لأول مرة أراك تناديني بزوجتي الغالية ترى لماذا لأنها آخر مرة أراك فيها يبدوه أن حادثا خطيرا سيحدث إلى أين تذهب يا مولاي انتظرني لا تتركني وحدي ما أفضح صوت الرعد إلى أين أذهب لقد أرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت يا إلهي لقد كان حلما لا بل كان كبوسا فضيعا إنه نزيل الشؤم يجب أن أحذر الملك في الحال أمي ماذا جرى؟ مالك هل أنت بخير يا بني؟ بكل تأكيد لماذا تجرين في الحديقة في هذا الوقت المتأخر؟ لقد رأيت كابوسا مفزحا في نومي حدثيني حدثيني عما رأيت رأيت غيما أبرق وأرعد طويلا ثم أسعق ثم وقع لشيء إلا أحرق ثم بعد هذا إلا الغرق هل هذا شعر؟ لقد أضعت وقتي معك أين أبوك؟ أظنه يجلس في آخر الحديقة انتظريني يا أمي سأأتي معك عثمان لا أحد يدخل على الملك الآن أمرك يا سيدتي ولا حتى الوزير ولا أي مخلوق السمع والطاعة يا سيدي ما الذي جرى؟ هل جننتما؟ استمى إلي جيدا يا عمر عمر فقط؟ دون ألقاب؟ ليس هذا وقته يا أبي أنصت لما ستقوله أمي بتركيز شديد تكلمي يا طريفة هل الموضوع بهذه الدرجة من السرية؟ لقد رأيت تفضحا وسلحفا في الحديقة ها ما رأيك الآن؟ رأيي في ماذا؟ لقد أصابك الجرون حلم بصاعقة وضفاضع كبيرة تقف على قدميها ماذا أفهم أنا من كل هذا؟ والنور والظلماء والأرض والسماء إن الشجر لتالف وسيعود الماء إلى ما كان في الضهر الثالف ومن أخبرك بهذا؟ أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد والوالد وما علامة ذلك؟ تذهب إلى السد فإذا رأيت فأرا يحفر في السد ويقلب برجليه الصخر فاعلم أن المصيبة ستحل بنا سأذهب إلى جسم السد لا لشيء إلا لأؤكد لك أنها تخاريف وأضغاث أحلام لقد ماتت الفئران كلها أكلتها القطط منذ زمن ليتني أفهم يا مولاي ما السر في تلك الزيارة المفاجئة للسد؟ هذا ليس من شأنك معذرة لن أتكلم أرجو هذا سأصعد الآن وحدي إلى هذا الجبل هل تريد أن أصحبك يا أبي؟ ابقى أنت وإذا حدث لي مكروه تولى الأمر من بعدي احذر أن يتبعني أي واحد من هؤلاء الأغبياء أمرك يا أبي الحمد لله كل شيء طبيعي عادت الفئران؟ إنه يقلب صخرة لا يستطيع أن يحركها خمسون رجلا إنها النهاية 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 وقف الملك عمر بن عامر حائر لا يدري ماذا يصنع أبي أبي هل أنت بخير؟ ابقى مكانك يا مالك سآتي إليك لقد أصبنا جميعا بالقلق أنت تقف مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل ربما لم أنتبه للوقت ماذا رأيت بأعلى الجبل؟ لا شيء لا شيء يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة ولا أريد أن يزعدني أحد أمرك يا أبي فأر يسحب صخرة ألم أقل لك؟ إن له مخالب وأنيابا يا طريفة هذه كلها علامة سيئة خذ هذه الزجاجة وانظر إليها فإذا امتلأت الرمال فاعلم أن النهاية قد اقتربت الرمال ملأت الزجاجة فعلا متى تتوقعين هلاك السد؟ خلال سابع سنين إذن علينا أن نعمل بسرعة وجدتها فكرة لا تخطر بعقل الشيطان ما هذه الرسالة؟ إنها دعوة من الملك عمر بن عامر لوليمة في قصره ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهة؟ إنها السفاهة والتبذير انظري الدعوة مكتوبة بماء الذهب صحيح، ذهب حقيقي والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد ألن تتوقف أبدا عن آرائك المعارضة؟ سيتغير كل شيء سيحل غضب الله على الظالمين السلام عليك يا أبي ومولاي اجلس يا مالك لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت قلت اجلس واستمع إلي جيدا أمرك؟ الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي أية حيلة؟ لا يوجد وقت لأشرح لك هل تثق بي وتقن أنني أحبك وأعمل ما فيه لصالحك؟ بكل تأكيد يا أبي إذن افعل ما أطلبه منك الآن عارضني في كل شيء أقوله وأنازعني على الطعام واخطفه من أمامي فإذا سببتك سبني كيف؟ افعل ما آمرك به وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة لك مني السمع والطاعة يا أبي ذهب رجل أقرع ليقص شعره يا لها من مسحة رائعة بل هي سخيفة كقائلها سمعناها ألف مرة من قبل ظننت الأميرة يقصد أقرع آخر غير الأول أميرك هذا أحمق وثقيل الظل أقول أحمق وثقيل الظل وأكلت ما يكفيك اليوم هذا طبقي ولن أتنازل عنه الطعام كثير يا مولاي الأمير ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك لن آكل إلا من هذا الصحن وأنا لن أسمح لك يا لك من صبي الوقح خذ لتتعلم الأدب وخذ أنت أيضا يا مزيقاء كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي اتركوني لأذبحه لا لا يا مولاي لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير مولاي أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله ولكن لا تصل إلى القتل اخرس اخرس أيها الرجل المخرب لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه اقطع رأسي أنا بدلا منه هذا التدليل هو الذي أفسده بل أنت الفاسد أرجو يا سمو الأمير أن تسكت أرأيتم؟ أعطوني السكين أتعصوني جميعا؟ تمنعونني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه سأهاجر وأتركها لكم وداعا يا من كنتم بلادي هل تصدق ما جرى بالأمس؟ كنت أظن غضب الملك مؤقت لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد ومن سيحكمنا؟ هذا أمر لا يعنيني آسف يا أبي لأنني صفعتك لا عليك جمعنا مبلغا عظيما من المال هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا لا سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الزهب متى نرحل يا أبي؟ عندما نبيع باقي الأراضي والقصور لماذا لا تأكل يا أبي؟ ذهني مجغول يا ابنتي عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني وأريد أن أتأملها بهدوء ما ستقصد؟ الملك عمر بن عامر يعشق الحكم والسلطة والأرض الخصبة فما الذي يجعله يترك كل هذا ويهاجر؟ أحسب الإهانة كما رأينا جميعا وحيل بينه وبين تأديب بلده العاق هذه حيلة لا تنطلي علي لقد بدأ الملك والأمير وكأنما اتفق على هذا التشاجر أمامنا ولماذا يفعلاني ذلك؟ هذا ما لا أفهمه السد يجب أن أذهب إلى هناك أبي أبي أخفض صوتك المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني ها ماذا تريد؟ أريد أن أكرر أسفي يا أبي لأنني صفعتك لا عليك هل حزنتما كل الحقائب والصناديق؟ نعم هذه للطعام وتلك للفاكهة قلت ألف مرة قللوا من المتاع لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبأ هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟ معنا من الذهب ما يشتري كل شيء قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء أمرك يا أبي هيا هيا يا أمي سأحن إلى تلك الأرض الطيبة ليس هذا وقت المشاعر حني إليها فيما بعد هيا هيا لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير لحظات ويمضي كل منا إلى حال سبيله ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟ ها هو انظراه إنه مجرد فأر أين ذهبت القطط؟ إنه ليس فأرا واحدا بل جيشا من الفئران انظراه الفأر يقلب صخرة بل ويقضمها بأسنانه إنها فئران مفترسة كالأسود وقد تؤذي البعض ليس هذا هو الخطر المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب هل تظن أن الماء قد يتسرب؟ ليتك لم تسأل أغيسونا أغيسونا هيا اذهبي بعيدا عن قصري إنه قصري أنا أيضا لقد اشتريناه معا أنا التي أحمل مفتاح القصر الملك عمر بن عامر باعه لنا معا أثبيتي زيلي كيف أثبت وقد رحل الملك؟ إذن ارحالي أنت أيضا قبل أن أمر الحرة بتردك الماء انهار السد إلى أين نهره؟ النجدة النجدة فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ